اهلا وسهلا فيكم جديد بفقرة العبها صحي اللي منركز فيها على التمارين الرياضية وأهمية التمارين الرياضية بكافة أشكالها بشكل عام اليوم رح نركز على أهمية التمارين خصوصا بفصل الشتاء كتير من الناس بتكاسلوا بفكروا أنه فصل الشتاء هو فقط هيكل الكسل حدا ما ومبطل فيه نشاط كتير لكن نحن نحكي ليش مهمة التمارين الرياضية خصوصا بفصل الشتاء مع المدربة الرياضية لوسين انشوات صباح الخير صباح الخير مايس كيف حالك؟ تمام كيفك أنت؟ الحمد لله الحمد لله أنا أول مرة بكون معاك وأنا بشكل عام بحب الرياضة فقررت أنه أنا هلأ بفصل الشتاء أني أضل ألعب الرياضة أخدت القرار المناسب أخدت القرار خلاص يعني هذا القرار المصيري في حالك أنا وأنا جاي على الستوديو في حدا بقولي على التويتر جود لك تقنعي الشعب كله أنه يلعب الرياضة بفصل الشتاء بالفعل صباح الخير لمشاهدين لكل اللي عم بيتابعونا اليوم أهلا وسهلا فيكم فقرة إلعبها صح اليوم رح نشجعكم على الرياضة في فصل الشتاء طبعا ممارسة الرياضة هي جزء أساسي من أي نمط حياة صحية طبعا وبكل أفصل السنة بس ليش بالشتاء منركز عليها؟ لأنه زي ما قلتها هلأ ميس إحنا بالشتاء منكسل نحب بس نضغطها ونبج كتات والإحرامات ونعاد إن كان كان وكمان فيه تفكير خاطئ إنه إذا بأكل بدفع بدي أكل بدفع لأ هذا التفكير كتير خاطئ الدفع اللي بيعطيكم الدفع هو الرياضة ممارسة الرياضة بتعطي الطاقة بتخلي الواحد يقوم من سريره بالصبح يقضي كل مهامه اليومية كمان بتعمل على رفع درجة حرارة الجسم فبيصفي إنه وين ما كنتي بأي جو بارد أنت دفيانة مش زي أي واحد ما بيمارس الرياضة قاعد ما عم بيتحرك الرياضة كمان بتعمل على تحسين المزاج هلا مع تغيرات الطقس وتغيرات الجو والناس بتكتئب بتحس إنه تصيبها كآبة تصيبها كآبة مع البرد إكزاكلي بالزبط فالرياضة بفضلوا منفضل إحنا يلعبوها حتى تحسن المزاج لأنه بتعمل على إطلاق هرمون السعادة هرمون الإندورفين فبيكون مودهم أحسن صح التفكير أحسن المزاج أحسن دمامية بنعرف إنه لما تتنشط وتتحرك الإنسان لحاله بيحس هيك يعني سترس رليف زي ما إحنا بنحكي صح بيفرغ عن الضغط بيفرغ وبيحس بالدفاس صح زي ما حكينا والنقطة اللي أكيد مشاهدين عم باستنوها هي خسارة الوزن طبعا بالشتاء دايما الناس بتزيد وزنها وبس يجي الصيف بلاقوا إنه بديم يشيلوا الجاكتات يشيلوا الأواعي إحنا ننضحن بكتشفوا النصائب بكتشفوا النصائب فبالشتاء حاولوا زيدوا النشاط البدني قد ما بتقدروا علشان تحرق السعرات الحرارية اللي بتزيد بهذا الفصل طيب إحنا بشكل عام بفقرتك لوسين داقان نستقبل الاتصالات لأي هيك من الاستفسارات اللي حابين تستفسروا عنها إشياء مثلا أكتر الرياضات اللي رح تفيدكم خلال فصل الشتاء بتقدروا تحكونا على الأرقام الظاهرة على أسفل الشاشة أمامكم صح؟ شاء الله نستقبل اتصالاتكم طيب هلأ يعني زي ما حكيتي إنه في ناس كتير بتربط موضوع فصل الشتاء إنه لما يجي فصل الشتاء أنا لازم أكل عشان أدفع زي ما حكينا مش بالأكل إحنا مندفع إحنا مندفع بالتمرين الرياضية هلأ في مثلا تمرين رياضية معينة يفضل إنه إحنا مثلا نركز عليها أكتر زي الركض زي مثلا هاي التمرين ما يشابه الركض وغيره لحتى يدخلينا ندفع أكتر لحتى يدخلينا نحرق سعرات حرارية أكتر ولا ما إلو علاقة إلو علاقة هلأ الفكرة إنه المشاهديننا أي إشي سهل أو متوفر عندكم حاولوا استغلوا زي ما حكيتي ما يسلى الركض أو المشي مثلا ممكن نكونوا جداد للسعر الرياضة بدهم يتحركوا بس مش عارفين كيف طبعا وين المشي ممكن أنصحكم إنه تلبسوا جاكيت تنزلوا تمشوا حوالين المنطقة اللي أنتوا فيها إذا فيه مثلا مجمع تجاري جنبهم يمشوا في المجمع تجاري ياخدوا الدرج ما ياخدوا الأسنصيرات نشاط بدن زيادة في البيت مثلا الستات البيوت بيحبوا يتحركوا ينطفوا البيت أكتر أكتر يزيدوا النشاط فلما يزيدوا نشاطهم بيحرقوا سعرات حرارية أكتر وإذا هم مثلا بالمكتب قاعدين معهم بيتحركوا أكيد عندهم ساعة بريك فبساعة البريك مثلا برضو يدفوا حالهم يلبسوا جاكيت دافل يطلعوا يمشوا يحاولوا يمشوا ولما يعملوا أي تمرين رياضي لازم يعملوا طبعا الإحماء رح أساعدهم هلا بالإحماء كيف رح يتحرك خالص رح نشوف هلا كيف رح نعمل الإحماء وكمان رح نحكي عن أهمية الإحماء خصوصا بفصل الشتاء لكن قبل هيك خلينا ناخد اتصال معنا فرح فرح صباح الخير صباح النور يعطيكم العافية الله يعافيك يا فرح شو أخبارك؟ تمام الحمد لله تلعب رياضة بس شتاء ولا لا؟ أنا بفضل ألعب رياضة بس شتاء أنا عادة لا بلعو والله قد ما بقدر الصيف بالعكس الواحد مع الشمس القوية إذا بيمشي تكون كثير صعب أوكي فرح في سؤال سألت السؤال أنه سامعني صباح الخير يا فرح صباح النور بدي أسأل إيش الرياضة المناسبة للحامل للحامل أنا حامل بشيء الثاني وأنا عادة بلعب رياضة وقفت فترة بآخر الصيف هيك بس بسبب الظروف يعني وهلا مع بداية شتاء أنا حامل فحاب أرجع ألعب بس مو عاش في بالضبط أكيد طيب إن شاء الله بتؤمي بالسلامة وإندي بهذه البسكالات بالبيت الله سلمك يا رب أوكي شكرا فرح إن شاء الله بتؤمي بالسلامة وأكيد رح نجاوبك مع لوسين ناخد كمان اتصال معنا أم محمد صباح الخير أم محمد صباح النور كيفك ميت يا أهلا وسهلا فيكي شو أخبارك؟ تمام الحمد لله تفضلي عندك سؤال آه كيفك لوسين؟ صباح الخير أم محمد الحمد لله كيفك أنت صباح الورد كيفك لوسين؟ الحمد لله أنت كيفك؟ الحمد لله لوسين بدي أسألك أنا معي شض عضل في ظهري من الآخر من تحت بعد ما ولدت سنتي عمرها 6 شهر لحسا في وجع بدي شو هي التماريخ الرياضي لعملها؟ أوكي أوكي استشرتي طبيب أول يا محمد؟ حكا لعمل التماريخ الرياضية تماريخ الرياضية لتقوية عضلات الظهر أوكي شكرا إليك شكرا إليك أم محمد وسلامتك طيب نجاوب أول إشي فرح نجاوب فرح فرح حامل بتقول إشي الرياضة المناسبة للحامل أول إشي منقولك يا فرح إن شاء الله بتقومي بالسلامة إن شاء الله بإذن من طبيبك طبعا إذا كل شي تمام حاولي أنك لما تمارس الرياضة تكون رياضة خفيفة ما ترفع نبض القلب كثير عالي لأنه لا صمح الله بقل التغذية والأكسجين على الطفل فنبض القلب بده يعلى شوية صغيرة مش كتير ماشي بنصحك في المشي ما تركضي ما تهرولي سباحة طبعا بس هلا بالشتاء الاصباحة صعبة ففي وصل الشتاء هلا بالنسبة إليك يا فرح حاولي لقي مكان إنك تمشي فيه تدفي حالك مضبوط ولما تمشي حاولي إرفع ظهرك لفوق وحركي إيديكي دايما في المشي حاولي إنك تحركي إيديكي بتقدري تمسكي أوزان خفيفة بإيدك وأنت تمشي وبتقدري كمان تشكلي التمرين وأنت عم تمشي بتقدري ترفع إيديك لقدام وتنزليهم لتحت بهذا الشكل وبتقدري كمان ترفع إيديك لفوق نزليهم لتحت وإحنا حاملين شوية ويتس شوية وزن المشي هو أفضل إشي طبعا للحامل إذا بتقدري تروحي على نادي رياضي روحي واشتغلي على الدراجات الهوائية الثابتة سباحة إذا بيبركي داخلية مغلقة مدفية مش غلط طبعا بس ما تنطي ولا تركضي ولا تعلي درجة نط قلبك العالي طب لوسين بالنسبة للأثقال للحامل تقدر إنها تمارس مثلا رفع الأثقال بس بكمية بوزن خفيف بوزن خفيف وفي عندها كمان أوبشنز يعني مثلا في ستات بيحبوا يعملوا الترايسب ديب مثلا بنزله هذا الشكل هي مش المفروض تنزل السكواتس مثلا ما بتنزله كامل السكواتس بتنزليه شوي شوي فإذا حضرتك رحتي على نادي يفضل يكون معاك مدربة حتى تتابعك بالأوبشنز مبدئيا إذا أنت مش رح على نادي تبلش بالمشي طيب نجاوب أم محمد عم بتقول في عندها قلم بأسفل الظهر من ما كانت حامل بستة الشهر إلى هلأ سلامتك يا محمد أول شي بنقولك بدي إياك تنامي على بطنك إيديك ورجليك مفروضين الجبهة تلمس الأرض إيدك عكس رجلك بدها تطلع لفوق وتنزل ينزلوا مع بعض يطلعوا ينزلوا طبعا وانت نايمة على بطنك وبتبدلي جهة تانية تطلع إيد عكس الرجل الجبهة لازم تكون ملامسة للأرض وانت عم تطلعي شدي على عضلات الورك الخلفية وحاولي أنك ما ترفع رقبتك عشان ما تعملي ضغط على عضلات الرقبات يضل رأسها تحت الجبين ملزق بالأرض طبعا بديك تعمل 12 عدة قدرت تكملي للستة عم محمد كملي ما قدرت بديك تضلك على 12 وبتبدلي الجهة التانية كما مرة إيد عكس الرجل وبتطلعي 12 مرة بتطلعي وبتنزلي هاي وحدة بتطلعي وبتنزلي تنتين وبعد أسبوع بتزيد العدة شوية صغيرة وهاي التمرين بتقوي عضلات الظهر إذا فيهم وجع أو مشكلة بس يقووا ويصيروا عضلاتك مناح بترفعي تنتين إيديك تنتين مع رجليك تنتين حلو حلو النصيحة ممتازة طيب خلينا نحكي عن الورم أب أو التحماعي بفصل الشتاء أول إشي قديش مهم إنه إحنا نعمل ورم أب قبل ما نبلش بالرياضة حلأ بأول حلقة من إلعب صح كان على الإحماء وأهمية الإحماء في أي فصل من أفصل السنة دائما إحنا منشدد على أهمية الإحماء حتى نهيئ العضلات للحصة فتخيلي مع البرد كيف تكون لصالح العضلات باردة كتير ومش جاهزة فعملية الإحماء بدنا نزيدها شوي نطولها بالنسبة لإلكم مثلا بتبلشوا بمشي خفيف أو باونس خفيف من جهة لشيها طبعا مدته دقيقة لأدية ونصف ونعمل ستب تاتش مع حركة الإيدين برضو بدي تضيق الإيدين أو نصف ونصير نشكل ما بين هذا التمرين وما بين المشي وما بين الستب تاتش بعدين منحمل عضلات الخلفية للرجلين اللي هي الهامسترنجز بعدين منحمل كوادس ممكن نعمل سكوادس نزلة خفيفة مش نزلة قوية وممكن نطلع النيز لفوق لما نطلع النيز لفوق أصعب جرين بدأت نزلها تحت حتى نشغل العضلات هذول كل الوقت وانتوا عام تشتغلوا هاي التمرين راح تكون عضلات البطن مجدودة حتى تحموا ظهركم السدر دايما مرفوع والابتسامة على الوجه دايما نحن نقولهم الناس تلعب رياضة بس الواحد لما يتوجعوا لما يتوجعوا تروح الابتسامة وبعدين لما انتوا بدكم تبلشوا مثلا بالتمرين للجزء السفلي من الجسم من 6 ل 8 دقائق بتبلشوا التمرين الجزء العلوي من الجسم؟ نعم الجزء العلوي بالجسم نعم الجزء العلوي بالجسم هلأ المرجحة مثلا إذا بنمرن إيدينا ممكن نبلش بدوران أو مرجحة في الإيدين أو مثلا بنطلع بهذا الشكل طبعا إحنا عم نعمل باونس عم نعمل باونس عشان نرفع نبض القلب شوي شوي المهم إنه ما نرفع نبض القلب بسرعة والعضلات نبدأ فيها شوي شوي قديش لازم يكون الورم اوب بالشتاء يعني قدي وقته؟ من 8 إلى 10 دقائق من 8 إلى 10 دقائق قبل ما نبلش الرياضة الفعلية يفضل العضلات كتير بتكون بعدها طيب إحنا هيك ممكن نصلنا لها نهاية هاي الفقرة للأسف طبعا إن شاء الله دائما أنت رح تضلك معنا أي استفسارات أي أسئلة حابين تسألوها للوسيم تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق الفيسبوك ودائما بفقرتها بتكون الاتصالات مفتوحة لحتى نستقبل أي من الأسئلة اللي حابين تسألوها ومارسوا الرياضة بفصل الشتاء ما تعدوا ولا تكسلوا أنا عكس الناس بقعد بالصف بلعب بالشتاء هيك محر هيك الوحر عكس 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 طيب أسلاء دائما الرياضة مهمة كتير الرياضة كتير مهمة طبعا أكيد طيب لوسين أنا بدأت شكرك شكرا إليك ويعطيك العافية منجع من نشوفك إيش إحنا اليوم الأحد لأحد الجاي كل أحد إن شاء الله إن شاء الله شكرا إليك بانتظارك رح نكون بما أنه إحنا عم نحكي عن الرياضة اليوم سؤالنا بفقرتنا التفاعلية وسؤال تطبيق رؤية هو عن الرياضة هل تعتقدوا أن ممارسة الرياضة بفصل الشتاء بتزيد ولا بتقل هلأ الإجابات والنسب رح تطلع على يمين الشاشة إذن النسب رجلسين لازم تشوفي قديش النسب رح تنصدمي أنا رح تنصدمي إذن 3200 بيقولوا نعم إنه هي بقل الاهتمام بممارسة الرياضة بفصل الشتاء بس 17% ما زالوا مصرين بكل الفصول بالعبورياضة بس النسب كتير قليلة صادمة صادمة بعد هاي الفقرة لازم النسبة تختلف إن شاء الله النسبة بتتحصل أكيد خليكم متوصلين معنا عبر أجهزتكم الذكية نزلوا التطبيق وحاولوا إنكم تختاروا لأ عشان هيك نتفاقل أكتر ونخلي نسين دائمًا عشان نسين بس تروح الصدمة من وجهها خلي نسين دائمًا مبسوطة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر